كتير في ستات رح تزعل مني من اللي أنا بدي أحكي يعني آخرة كل ست شو ما كان ما نصيبها بالدنيا شو ما كانت نشطل هو المطبخ والمطبخ هيك ما نحسه مملكتنا ومنشغل دايما حنعمل المطبخ لونه إيه شكله هيكون إيه تصميمه هيكون إزاي يعني وبرضو يعني هذا الحكي مش بس بمصر أكيد ما في بنيوتة بمصر إلا بتفكر أول إشي لما بنتجوز هعمل شكل المطبخ إيه وتصميمه هيكون إزاي وبرضو بيكون أنحاء العالم منها أنا الأردن يعني فعليا في كتير خلينا نحكي ستايلز أو أشكال مختلفة للمطابخ زمان في بيوت كانت المطبخ يكون منفصل عن الأعدي أما هلأ صار فيه الأمريكين كيتشن وصار فيه حاجة اسمها ديرتي كيتشن اللي هو مطبخ التحضير خلينا نحكي ومطبخ اللي بلم كل حاجة بتطلع من وراء الطبيخ يعني وغيرها وغيراتها من الأصص والحكايات عن فن انتقاء المطبخ للصبية ومشان هيك عشان نختصر على بعض حكي هنا لازم نجيب أشطر مهندس ديكور في كيا مصر عشان يحكي لنا أكتر عن الأنواع والأشكال والستايلز وكمان الترنز بالنسبة للمطابخ رح بمعي أكيد مشاهدينا بمهندس الديكور ياسر أول عز اللي منورنا بهوهن أهلا وسهلا فيك كيف حالك؟ كل حل؟ اختبار سريع كنا عم نحكي أنا وياك قبل ما نبلش الحلقة بقولك مجلة إيش يعني مجلة؟ الحوض إيش يعني زي ما حكيت قبل شوي أول ما نفكر أنه أول ما البنت تخطب أو بدها يقرب فرحها بتفكر آه المطبخ والمطبخ طلعي حكاية مش معقوله طلعي أغلى إشي بالبيت هو أغلى حاجة فعلا مش أنا الحمد لله كنت هيك محظوظة أنه أخوي هداني هو المطبخ بتاعي فما حستش بتاعي المعبيب بس فعليا فعليا مساحة المطبخ بتفرق شكل المطبخ بيفرق بالذات إذا البيت المودرن ستايل أو خلي نحكي لبيوت التقليدية اللي كان منفصل بمحل تاني هلأ بداية احكي لنا أنت لأنك أنت أكتر واحد مطلع فينا بالوقت الحالي عن إيش الترندز بالمطابخ في الأول كده أنا بشكرك جدا على الصطفة الجمالة دي بلدها تخلونا تكلم فيها عن المطابخ على فكرة بغض النظر أن أنا مهندس أنا بحترم المطبخ اللي زي ما بتقولي كده هو المطبخ هو مكان الأكشن جوه المنزل فبالتالي لو هو مظبوط كل حاجة في البيت بسوء مظبوطة خلي نقول كده أن أنا على الجانب كده أنا بحترم المطبخ كمكان جوه الفراغ أو جوه الشق معي فكمطبخ اللي طالع تريندي فيه مبدئين الأوبين كيتشن بس خلينا نتكلم عنه لو فيه مجال عن عيوب ومميزات ولأنه طبعا ليه زي ما ليه مميزات فهو أكيد طبعا ليه عيوب بس أنا بفضل طبعا الأوبين كيتشن حتى في معظم ديزايناتي هتلاقي أني رايحة لاتجاه الأوبين كيتشن لأن الطاقة بتاعته عالية جدا حتى تنسيت البيت بوقفة جوه المطبخ وهي شايفة الأسرة بتاعتها كلها وحاسة أن هي جوهاهم دايما ده بيديها طاقة ما بيخلاش بقى تروح لإطار أن هي وقفة وقفة المطبخ أو أن هي اللي بس بخدم بالبيت بالزبط كده لا بيبقى الموضوع بيختلف تماما فبالتاعته عالية جدا ولكن زي ما بقولوا كده ما فيش حلو من غير نار لازم في حاجة طبعا فيها عيب ولكن الموضوع ده تحل وهنتكلم عن النقطة دي أن الخصوصية طبعا بتكون قليلة جدا لأن المطبخ مفتوح دايما الموضوع الأدخنة والأبخرة والكلام ده كله ولكن برضو كل الكلام ده بأصبح لي معالجة ولي حاجات بتعالجه ولكن هي بتبقى شوية كست شوية ولكن إلى حد ما بنتحاول نلجأ لحلول وحاجات تكون برضو كونومك ما ترفعش تكلفة المطبخ لأن للأسف تكلفة المطبخ دلوقتي بقيت عالية جدا في عنا أوبن كتشن وعنا إيش أنواع المطابخ الموجودة عشان نمسك حتة حتة لو إحنا خدناها من حيث الستايل فطبعا عندنا أوبن كتشن اللي هو المطبخ الأمريكان بينقسم ممكن يبقى الأمريكان أو البرتش لأن في ممكن يبقى في بار وممكن بدون بار إطلاق وإن كنت أنا برشح دايما أن يكون في حاجة أو فاصل معماري ما بين المطبخ وما بين الليفينج أو الريسبشن الفاتح عليك مش مفضل أو إن أنا أبقى في المطبخ مفتوح أوي كده لأنه كده ينقل الشعور المطبخ للمكان فبيبوز المكان اللي هو دوا تمام والحاجة الثانية اللي كلنا عارفنا طبعا اللي هو المطبخ الكلوز المطبخ الكلوز مميز جدا في أنه بيديني مسحات تخزين عالية خصوصية عالية جدا ولكن زي ما قلت لحد ما أنا حاس أن أنا واقف جوه مطبخ مجرد أن أنا بعمل أكله وبطلعه بره فالموضوع ما يبقاش كده في الحيوية بتاعة المطبخ الأمريكي خلو لكن لو اتكلمنا بقى على المطبخ من حيث الماتيريالز فدي أنواع كتير جدا أعم أنا حبا حبا يعلمه عشان ما تدخلناش في مدح ما أنت تقولي الأنواع لأ اللي وخذناها من كذا اتجاه لها كذا اتجاه لكن من حيث الستايل هو الأوبن والكلوز بأنواعه أوكي والأوبن بنقسم بين بريتش وأمريكا حجا بالزبط كده طير هلأ خلينا نحكي أنه الحسنات خلينا نحكي أنه الأوبن كيتشن أنا زي ما أنت حكيت ست البيت حسنا مش منعزلة بزر وبنفس الوقت اللم حلوة مرات لما يكونوا قاعدين بيشابوا أهو مع بعض وتلفزيون شغال وهو ديكور في حد ذاته يعني أنا أحيانا ما بعملش حاجة في ريسبشن خالص غير أن أنا طلع المطبخ شكله حالو أوكي فبيبقى في حد ذاته هو قطع ديكورية لذلك بقول دايما في اختيار ألوان المطبخ لهو أوبن لازم تختار بعناية جدا لأنه ممكن ياخد ريسبشن لحتة سيئة جدا أوكي لهو أوبن عليه طيب وهلأ برضو من ضمن حسناته صحيحني إذا أنا غلطاني أنه كمان أو سيئاته عفوان غير قصة الأدخنة والأبخرة اللي راح تحكيين عن حلولها أنه لازم المطبخ يكون مرتب 24 ساعة على طول وأنا عايشة ده حضرتك عشان إيكان تحكي أبش منطقي دايما أنه يبقى كده على طول أوكي فعملنا الشاتر بقى دي نقطة لازم نتكلم عنها اللي هي أنه هو إزاي نخلي المطبخ أوبن وفي لحظة معينة نحن ننزل سطارة كده تقفل المطبخ تماما بس ما تبقاش سطارة عدية بقى يمكن أنا كنت عملت فيديو عن موضوع ده اللي هو الشاتر اللي هو الكهربائي اللي بينزل برضو بنعرف نوظفه في الديكور بحيس إنه يبقى برضو لمسة ديكورية بياخدنا للأفضل دايما أبش نحن ناخد الحاجة الاتجاه إنه نحل بالحاجة تخدني بالاتجاه الأسوأ فالشاتر يعتبر إضافة كويسة على الجانب العملي والجانب الديكوري برضو هو كويس جدا وبالنسبة للأدخنة والأبخرة اللي أنت عم تحكيها يعني هلأ هو في عمبين عرض هلأ حاليا بالنسبة لموضوع الشاتر ده الشاتر يعني ده مطبخ أوبن زي ما احنا شايفين احنا شايفين كل حاجة هو المطبخ صح وبدغطة زرار واحد هو يبقى مطبخ كلوز أنا عندي بس أنت تجي تعملي الحتة دي في الأردن عجبتني صراحة وهو برضو لمسة ديكورية كويسة جدا يعني هو ما خلاش المنظر وحش بالعكس يمكن يكون عحلة وإذا نحط عليه كمان شوية شوية زوريات بطلع كأنه بارتشن خلينا نقول بس لإن ناس كتير قوي طلبت من الموضوع ده بنصح نايمة إن الشوطر يكون ميتعملش أبدا هوريزنتل بحيث إنه ما يخشش ملح سكر في الريل بتاعه فبيبوز بعد أسبوع حرفيا لكن طول ما هو بيرتكل بيبقى ديورابيلتي بتاعته عالية جدا بس ضبط لأنك كنت تمسح عن سطح والمطبخ إحنا مكان مليان حاجات ما نقدرش نتحكم فيها ملح سكر حاجات كتيرة أوكية بتوعها انت حكيته وبصل بقى أوتوم حاجات كتيرة أوكي بس ضبط هو كفية ملح وصوك على قد الشاي اللي بخش عمله فيه خلاص طيب وبالنسبة لريحة الطبيخ والقلي هدول دي الحاجات بتعلق قوي سواء كان بالعفش الموجود أو حتى في الهدوم اللي إحنا لابسينها فحكيلي كيف حالته هاي المشكلات أنا بقول دايما إن إحنا لو اتزمنا بالستاندرد أو المقاسات الستاندرد بتاعت المطبخ هنحل مشاكل كتير قوي لأن أنا بقابل مشاكل كتيرة جدا ناس بتصمم المطبخ بعد ما بيشطبه طيب انت بتصمم في ايه لا التصميم من البداية فانلتزم بالستاندرد على سبيل المثال انت عارف ان الهود اللي بتحط فيه البتجاز الستاندرد بتاعه كذا فتحاول تثبت الستاندرد ده علشان الأدخنة تكون على ساعة الهود اللي انت جايبه البتجاز ليه مكان معين في المطبخ معظم الناس بتحطه تحت البتجاز وده ودي كارسة كبيرة وان كان فيه ناس بتعارض اللي انا هقوله ده البتجاز ما كانوا بعيدة عن الشباك لأن بيجي الهواء اللي جاي من الشباك ياخد الأدخنة دي دخلها جوه ولو عمل العكس لأن فيه معظم المناور بيكون فيها ساكشن او شفط لو هي متصممة صح العكس ده لو حصل ممكن يطفي شعلة البتجاز فبالتالي هو على جانب السافتي وجانب الأدخنة والاتساخات وكده هو مش مظبوط جدا فمكان البتجاز من أكتر الحاجات اللي ممكن تحل المشكلة اللي حارك تتكلم عنها هي كم تشرح بالفيديو اه لا هنا كنت بتكلم عن ان البتجاز لازم يبقى ليه خدمة على اليمين والشمال اوكي ان بدون الخدمة فهو ميت اوكي وبيبقى خطر جدا لان انا مفهود اشيل البتجاز اشيل الحاجة من البتجاز احطها على المنطقة اللي جنبه اوكي لو انا لفت فانا ممكن اعمل اكسدنت في المطبخ والاكسد دي ممكن تكون قدر الله مع اولاد اه 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 بزبط كده فلازم نرى الستاندر دي لو ترايد بمتال بساطة المطبخ بيطلع شيء جدا وعملي جدا واستخدامه مساحته مظبوطة بشكل كويس طيب هلا برضو بالنسبة للمطبخ المودرن كمان بيعملوا حاجة اسمها ايلند تمام اللي هي بتيجي بنص المطبخ اللي هي زي انت بتقولها الرخامة اه هي الايلند الكاونتر توب تاعت المطبخ دي الرخامة اوليها القرص المطبخ لكن الايلند حاجة ترابير زي بتبقى في وسط المطبخ وهي جاية من كلمة ايلند يعني جزيرة يعني هي مفيش حواليها اي حاجة خانص مش متصلة بالمطبخ دي يقال عليها الايلند ايش هيتخدم بالزبط خليني اقولي ان الايلند هي مفيدة جدا جدا جوا المطبخ في استخدامات التقطيع والحاجات دي كلها ولكن في مشكلة دايما معظم الناس بتقع فيها ان مساحات المطبخ متكونش ملأمة للستاندرد باية الايلند دي والناس بتعمل فبالتالي ممرات الحركة الداخلية تضيئة جدا فاحنا عندنا ستاندرد يعني المسافة دي مفروض متقلش عن اركام معينة لانه لو المسافة قلت عن كده فالافضل ان احنا ما نحطش الايلند خالص ممكن نستبدلها بالبار الخارجي اللي هو فتح على الليبنج او الريسيبشون اللي احنا عاملين عليه المطبخ لو هو اوبين او كلوز حسب مساحة المطبخ بتقرر يا آيلاند يا أما بتعمل بارد خارجي لأن آيلاند في مساعدة هي كارسة جوة المطق طيب لحظت كمان أنه مثلا فيه أنواع للرخامات يعني سواء كان للآيلاند أو للخدمات اللي بتكون موجودة حولين البوتوغاز في ناس بتلجأ حتى مش للرخام العادي الكوارتز والكوريان والحاجات الصناعية بالزبط مو أكتر واحد فيهم خلينا نحكي مش مكلف بس بنصر وقت أديوربل أو بيضلوا لفترة طويلة بشكل سريع كده الكوانتر طوب أنا لا أفضل فيها الرخام إطلاقا بيكونوا جيولوجيا كده حجر رسوبي فبيبوز من المياه والبقع فيه بتظهر بشكل كبير بالتدريج بعد ويجي الجرانيت ولكن ألوانه محدودة شوية طح وبرضه مش سعره مش رخيص يا عطب يجي بقى اللي بيحلنا المشاكل دي كلها الأحجار اللي هي الصناعية زي الكوريان والكوارتز ولكن للأسف هي تمنها مكلف شوية بس أنا شايف أن تمنها فيها بصراحة اللي هي بتدي ديورابيلتي عالية جدا ما فيش تبقى الكسر بتاعها صعب فأكد تكون كده تحمل حرارة كمان كل الحاجاتي ومضادة للبكتيريا